السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبت لتلتا سنو عاملني ابطار رب تكره بخير بسعب سعادة الله ما صلى على محمد وعليه وصحبه وسلم ان شاء الله ونحل مع بعض طبار يونت 5 من كتاب المعاصر عاشو تركزوا معي ابطار ونبدأ مع بعض اول قملة بيقولك هنا اي هف بوت سم نيو اه هيدفونس انا اشتهت سماعة جديدة سماعة اجن اه اند هف بلاقدهم ان وحطتهم في التلفون بتاعي السنة الوقتي لا استطيع عمل اي في الميكروفون وكل الناس سمعاني اه طول الوقت يبقى انا هنا عملت ايه سبت ولا ميوت عملت صامت ولا كيب اه حافظ على ولا جوين التحقات طبعا هتكون هنا ميوت اللي هو يصمت انا اه دوا نزلت ايه وعملت ايه في اللي هي النسخة الاحدث من البرنامج بس ما فيش حاجة حصلت يبقى انت نزلت وعملت ايه انستولد ستطبط البرنامج او سبتو عالجهاز ميوتد صمتو ولا كيبت حافظت عليه ولا جوين التحقت او الحقتو طبعا هتكون انستولد اللي انت سبت البرنامج رقم تاتي بقولك هنا انا كنت عايز اه وري شخص ما ماذا يكون على كمبيوتر بتاعي ايه لما يكون في المقلمة بس ما كنتش عارف اعمل ايه في الشاشة لوك ينظر ولا شير وشارك الشاشة ولا انستول يثبت ولا جوين يلحق او يرفق بي طبعا هتكون شير وين اي امي تنج اونلاين اي كانت ترن اون مي كاميرا اصو بيبول كان هير مي بذي كانت سي مي اه الناس بقدروا يشوفوا بقدروا يسمعوني بس بقدروا يشوفوني يبقى انا اه لما اكون فين في اجتماع الانترنت لما جائن لما الطحك باجتماع الانترنت انا ايه بترن اون مي كاميرا ما اقدرش اشغل الكاميرا بس الناس بتقدر ايه بتقدر تسمعني بس ما بتشوفني ايش تمام لقم خمسة اقولك هنا لا يجب ان عايز اقولي ينتقم من الناس اللي ازونا يجب ان ايه نحترم القانون طبعا اللي هي ينتقم على بعضها كده ينتقم رقم ستة اقولك هنا اترن الراوتر ولكن اشغل الراوتر عشان يجيلك ايه اشارة اه من اشارة الراوتر يعني ان تشتغل يعني عندك الواي فاي وكده طبعا هتكون شغل الراوتر احنا قلنا لها ان الصوت كان علي جدا لزلك هي عملت في ايه والتاتو ترني ابقى اون ولا انت ولا او ولا او ولا داون اكيد هتبقى ترني داون اللي هي يوطي او يخفض الصوت رقم اه تمانية بقولك هنا هي او بورغلر بورغلر اللي هو الحرامي مسلا ادمتت اعترف the ladies uh jewelry اللي هو سراء مجوهرات set that he had stolen that he has stolen ولا to steal ولا with stealing عند هنا الفعل اعترفه في الماضي دا تقول المصدر مش هتنفع اللي عايز اقول هو اعترف ان هو سراء المجوهرات هنا هتبقى زمان المضارع الماضي التام يبقى that he had stolen تمام عندي هنا في الماضي في الماضي مش هتنفع اجيب مضارع هنا ومش هنفع اجيب برضو هنا لان ترتيب الكلام بقولنا اللي في حدثين فاجيب الاول في الماضي البسيط الحدث التاني في الماضي البسيط والاول في الماضي التام لانه ولا حصل الاول ما تعملش في احلامك one day يوما ما ستتحقق don't give over up at of هتكون don't give up don't give up لا تستسلم اه لتحقق احلامك يوما ما ستتحقق we stop the virtual meeting احنا واقفنا الاقتماع الافتراضي that someone's microphones were turned on للتأكد ان كل ميكروفونات كل شخص ايه ما شغالة checking check 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 تمام اللي نتأكد يبقى to check اللي كي نتأكد من شيء ما توقفنا عن فعل شيء ما لكي نفعل شيء ما رقم 11 ولكنه stop that everyone's microphones were turned on because they always wear اه ولكن احنا توقفنا عن تفحص آآ الميكروفونات كل واحد آآ ديه كانت شغالة لان كلهم كانوا بالفعل شغالين تماما يبقى احنا we stop checking توقفنا عن فعل شيء ما تماما تمام I will remember to my colleagues about having more virtual meetings. انا سوف اتذكر او سوف ايو اتذكر اه ان اكلم اصحابي لو زمادة في الشغل اه عن ان احنا المفروض يعني نعمل اجتماعات اونلاين او اجتماعات افتراضية اكثر. I will remember to to talking or talking or talking or to talk. طبعا انا افتكر نعمل ده يبقى to talk to talk. I remember to me. قوليك زيسر دي اه انا افتقرت اللي انا قلت لزمالتي في الشغل امبارح عن ان احنا المفروض نعمل ايه شباب اجتماعات افتراضية اكثر يبقى انت افتقرت حاجة انت عملتها في الماضي يبقى هتبقى يا شباب talking هتبقى talking رقم اربعتاشر بقولك هنا you can use this expression to say goodbye at the end of an email to a good friend. انت يمكنك استخدام هذا التعبير لقبل مع السلامة في نهاية ايميل اه لصديق جيد ليك. اه طبعا هتكون يعني اتمنى لك اه افضل الامنيات تمام? تمام نشوف مع بعض القطعة شباب نقرأ كده مع بعض ولكن القطعة دي عن الى موسيقية اسمها يا شباب دي موسيقى ولك هنا اللي هي اه اسكوتلندية موسيقى اسكوتلندية شعبية اه مع الرغم ان هي ما اه اختلعتش في اسكوتلندا الخبراء بيقولوا ان هي بلايد ان ايجيبت لعبت اول مرة ويعزفت اول مرة في ايجيبت في القرن الاول قابلة المينات. وهي عبارة عن متصل بها اللي هو مزمار. تمام? اه مصنوعة بقول لك هنا من جلد الحيوانات ومملوئة بالهواء. اه بقول لك الهواء هنا بقى عن طريق استخدامها بقول لك لما يتك على البتاعة دي بتعمل هو حتى لو هو توقف يعني بيضغط مرة واحدة على الكيسة دي او بينفخ مرة واحدة بيطلع منها صوت كبير. ولكن اه 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 باك بايبس اتخذت فين في نورث اللي هي شمال اوروبا. عن طريق مين? عن طريق الرومانز اللي هم الرومانيين. استمتوبها جدا منزو الاف حوالي الف سانة. تمام? او الاف السنين. بدأوا ان هم استخدموها ايه خارج او داخل المنزل. بس اكتشفوا ان هي ايه اكتشفوا ان صوتها عالي جدا فلذلك ايه مش استخدموها جوه المنزل بعدك هسيو بيكون لس بوبولار ان سام كونتري جزالك ايه اصبحت يعني مش مشهورة اوي في بعض الدول اللي ان صوتها كان عالي. ان اسكتلان دا الناس لسا مازال بتحب تسمعها. الارمي يوسد زم توسند مسيش. جيش استخدمها عشان ايه يرسل رسائل. كيلومترز يعبا لكم ان تسمعها على بعد ستاشر كيلومتر. للسبب دا الانجليز. اه 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 تمام. اه الانجليز اه اه منعوا الناس لهم ما يستخدموها في نهاية القرن التمنتاشر. بولك هنا هزي الايام اه بولك هنا اللي هما بيشغلوها وفي العديد من المهرجونات الرائعة. وهنا اه اللي هي المواكب موكب اللي هي اه الاحداث عبر اسكوتلاند. تمام كده? يعني في القصة دي ايه كده علشان ايه اه من خد وقت بيتكلم عن اه الموسيقية اسمها تمام? اول سؤال بيقول لك هنا. اه البروغرافي التاني بيكلم عن او اه اه بيشرح ايه شباب. ولكن ايه اللي تعزف على هذه الالة الموسيقية. يبقى هنا بيقول لنا كيف نعزفها الالة الموسيقية. هي هتكون اول واحدة. ازا نشتريها طبعا لا. صنعت فين? طبعا لا. من اختراعها ما تكلمش على المعضة ده خالص. الكتعة دي عن ايه يا شباب? اكيد بتكلم عن ايه بيالة موسيقية اسكوتلندية. ازاي بقت مشهورة في شمال اوروبا? طبعا كانت عن طريق ايه? اخذت عن طريق اخذت عن طريق اخذت عن طريق ازاي ما احنا قرأناها فوق. او الناس مش عايزة تستمع الى هذه الموسيقية في البيوت لانها عالية جدا. they are very. ايه شباب? ايه شباب? ايه شباب? ايه شباب او الى كان في عشرين سنة الموسيقى الشعبية المصرية التقليدية هتحصلها ايه? ازا لم يعطي فرصة للشباب لتطويرها. طبعا هتختفي. ويا رب بتختفي. اللي هي ايه? والدسابير هتختفي ازا لم. when you are when you hear that in Scotland nowadays. تسمعها فين. ممكن نسمع البطاعة دي فان الموسيقى دي الوقت دي فان. اكيد في الاماكن او في المنسبات المهمة اللي هي زي ما قرأناها في اخر حتى في القطعة. as important events. جاي في هزي الفقرة. اللي هي مميز او خاص. بتساوي بالزبط. برضو معناها مميز او خاص وجميل. تمام? اكتماع مش هتنفع. اه يمكن شرائه او يمكن ان يدفع ثمنه. يمكن تنبق به. مالهاش علاقة بالموضوع ده خالص. تمام. ليه كجيش كان بيستخدمها? عشان يرسل الرسائل طبعا زي ما احنا قرأنا. تمام? القطعة اللي بعدها سهلة جدا 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 جديد شباب بتتكلم عن الصورة الصناعية والعمل. ولا كان الناس من زمان كانوا بيشتغلوا في المزارع وكان في نساجين وآآ نقارين وبنائين. تمام كده? وناس كتير بيشتغلوا آآ في ورش في البيوت بتاعتهم. تمام? آآ والاعمال كان في الغالب بيتم عن طريق اليدين وباستخدام مساعدة الحيوانات. وما كانش في اي وما كانش في اي مصالة. ولكن ابقى اللي هي الصورة الصناعية اللي قاتت فين في انجلترا. غيرت كل ده في نهاية القرن في نهاية القرن التمنتاشر. ولكن من اهم الاختراعات في الفترة دي اللي هو المحرك البخاري. اه كان بيستخدم عشان يشغل ايه المكان في المصانع. ولكن هنا الاف المصانع اتبنت اه بوسطة الرجالي الاعمال. وده اصبح ان هما بينتجوا البضائع بسرعة جدا وبطريقة فعالة وقفقة جدا. اه اه بقولك هنا طبعا المصانعات انتشرت في بانجلترا الاول وبعد كده انتشرت ايه انتشرت في العالم كله. ده غير طريقة انتاج الاشياء. وطبعا ده اصر على حياة الناس ازاي بقى اه المدن كبرت بصراحة جدا لان الناس الفقراء اللي كانوا في المعات الكرفية بقى بيروحوا للمدن عشان يشتغلوا في المصانع. بخلتش بس اه صغيرين او العديد من الناس اغنياء. لكن برضو خلت ملايين من الناس العاديين يبقى عندهم مصائف في المصانع. وايه? ده بالتالي ادى الى تطوير ايه حالتهم المعيشية. ماس اللي هي الانتاج بالجملة. انتاج كتير فادى الى انخفاض الاسعار. ده معناه ان الناس بقى عندها القدرة اللي هي تشتري حاجات اكتر في اكتر من الماضي. حيات كتغالية اه ما عادتش غالية لاني بقت كتير. اللي هي التصنيع. التصنيع بقى والموضوع ده انتشر من انجلترا لكل اوروبا. عند ذلك وبعد كده لبقية بلاد العالم. وده يعني حول وغير الحياة الناس اه من اه 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 على مدار الان المتين سنة اللي فاتو. لقى تدريف كارز. نستطيع السيارات ووش التلفزيون. نشارة التلفزيون والكمبيوترات. بقى اه دستير بسبب ايه السورة الصناعية. تمام. the best title for the passage is that. احسن عنوان ايه يا شباب. احسن عنوان اكيد هو اول. الدستير revolution and its effect. السورة الصناعية وتأثيراتها. ده احسن عنوان. in the new future. في المستبع القريب. الدستير revolution اللي هي السورة الصناعية. will. هيحصل لها ايه? اعتقد هدا تستمر بدون توقف. will last. ودا وتستمر. هدا تستمر بدون ايه يا شباب. بدون توقف. طبع البعض كده اقول لك انها the industrial revolution reduced prices because of a. ليه? السورة الصناعية قليت الاسعار. ها? قليت الاسعار ليش? لان الطلب او الانتاق بقى اكتر من الطلب. production was more than demand. الانتاق كان اكتر من الطلب. why did انجليش تاونز اندسي ديس جرو فاست? ليه المدن والمدن الصغيرة الكبيرة في انجلترا. اه او الانجليزية نمت بسرعة وبقى فيها سكان كتير. لان طبعا الناس الفقرة من ماطر الريفية انتقلوا هناك. يبقى تبقى رقم ايه? ايه. رقم سبع عشرين ولكنها وفقا للقطعة ايه من الاقتراعات اللي تحت لديها شباب ادى او بدأ السورة الصناعية. طبعا هيكون ايه شباب? اللي هو المحرك البخاري. محرك البخاري زي ما انا ايه? اه زي ما انا قرأنا فوق. ولكن ده من الفقرة الرئيسية في المقال او الفقرة التانية اللي هي بداية السورة الصناعية. واتكلم هنا عن ان الناس كتبتشتغل بايديها وكذا وكذا في الحقول وكده. وبعدين هنا بداية السورة الصناعية. يبقى ده هتكون هتكون الرقم ب بداية السورة الصناعية. ولكن التصنيع ده انتشر ها? في من انجلترا لأوروبا وبعدين الوقت دول العالم. ببطء ولا بسرعة ولا بطيء ولا علي. طبعا هتكون بسرعة اللي هي بسرعة جدا. كلما انتقد المصانع اه اكثر. كلما ايه الناس بدأت تشير اكثر. زي يا شباب. ده مور. دقة القطاع كتسهر وبسيطة وانفاش اي مشكلة خالص. انا عارف اللي انا كالتاب سرعة ولكن عشان الوقت بس. اه بس هي سهر وبسيطة يعني فاش اي حاجة. في بعض المعايير ممكن تخليك صحي لمدة ايه او بصحة جيدة لفترة اكبر او لفترة طويلة. واحد منهم اللي انت تغسل سنانك بمعقون الاسنان مرتين في اليوم. يوجد بعض المعايير التي ربما تبقيك بصحة جيدة لفترة طويلة. كانت بعض المعايير يوجد العديد من هي بعض مش العديد من من المعاييرات ايه ربما ربما تحافظ لا هي تبقيك كيف يعني هي تبقيك او تحافظ برضو عليك صحة جيدة. يعني الفترة طويلة مش موجودة هنا يبقى برضو غلط. هناك بعض بعض عدد المعايير مش هاسمها بعض عدد المعايير هناك عدة عدة المعايير اللي تريد انتخفز على صحتك. لا وقال لك بصحة جايدة. او اه صحتك صحتك لفترة طويلة برضو دي ما جاتش. ولا هزي المعيون ان تغسر فمك بفرشات الاسنان مرتين. اه مفهود واحدة احد هذه مش اولى هذه. لا وقال لك يعني احد هذه. يبقى دي مش هتنفع. والحطة دي مش هتنفع. يبقى رقم ايه هي اللي صح. تعم. اللي بعد كده اولا كان يحتاج الناس الى اولا كان بعض الناس بتحتاج الى قصص الهروب. اه. لكي ينسوا اه قلقهم والمشاكل اللي عندهم. القصص دي بتاخدهم العالم من التخيل والتفكير. يحتاج بعض الناس لكصص الكصص الكصص للهروب. ما في حاسمها لكصص الهروب. وبعدين هنا معناها التفكير وليس الاعتقاد. يحتاج بعض الناس لكصص هروبية. ما فيش حاسمها كصص هروبية. وحطة كلمة دي اللي يبعيدوا الاشياء هي مش اللي يبعيدوا. ياتوا فورجت لينسوا. تعم? ياتوا كل ما تعمل هزي الكصص تأخذها مع عالم خيالي العالم خيالي معتقد به. باش حاسمها عالم خيالي معتقد به. هي العالم الخيال والتفكير. يحتاج بعض الناس لكصص الهروب اي وكده من الواقع. ينسوا الاشياء التي تكون لكم وتعبهم. هزي الكصص تأخذهم العالم من الخيال والتفكير. ممكن تكون صح. قد يحتاج ما قالش قد هنا. يحتاج بعض الناس. بس عطوا. كصص التهرب. ما في حاسمها التهرب. اسمها الهروب. لكي يتذكروا. لا هي هي كي ينسوا. يبقى رقم س هي هي الصحة. تتمتع مصد مناخ جيد طوال العام. مناخ طبعا كنفها مشكلة. مش هتنفع. برضو مش هتنفع. يبقى عندي تمام. عندي هنا كلمة دي برضو غلط. اللي هي اللي هي اه اللي يمكن تجنبه. هو اللي هنا متاح. مناخ طوال العام. الشهور السنة ولهذا السبب تسعى متوفر او متاح في الشمس. ان الشمس يكون متوفر مش هتنفع. تمام? ماشي هتنفع. تمام? وعندي هنا كمان صح وقلائمة صح واذر قلنا غلط واذر غربك. عندي هنا وعندي اه احنا قلنا غلط برضو. تمام? يبقى هنا وهنا تمام. تعاقلنا نشوف الاتنين دول وكده كله غلط مع ده رقم بي. بقى بي هي اللي صح يا شباب. رقم بي هي اللي صح. تمام? رقم بي هي اللي صح. اخر جملة معايمة هنا بيقول لك. طلع الغلطات. بقول لك هنا الارهاب مشكلة عالمية تواجه كل دول العالم. تواجه. فرسز. فرسز يعني تقبر مش هتنفع. فرسز برضو هنا ماشي مشكلة. مشكلة عالمية. ناشونال قومي مش هتنفع. يبقى عندي ايه غلط وبيه غلط. وولد وانترناشونال ماشي. مفيش اي مشكلة. اه بلك هنا هي فهي ليست شائنا داخليا. ليست شائنا داخليا. تمام? طب هنا اه هنا بلونج ستو بلونج ستو التلاتة صح يبقى بلونج تو انتمت الى والداخلية يخص او يخص هنا هنا يخص مضارع مش ماضي ورقم دي هي الصح رقم دي يا شباب هي الصح تمام بان اسئلة القصة ان شاء الله في اول تعليق هتلاقي اجابات اسئلة القصة. اتبعكم استفدتوا ربانكم ورفعكم ان شاء الله اسف ان كان في اي حاجة في صوتة عشان بس هتعبن شوية. شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه.